الملاحظة الثانية رسالة موجزة أبعثها بشكل خاص إلى طلاب الحوزة في النجف وكربلة إلى أصحاب العمائم الصغيرة وإلى أصحاب الحسينيات والهيئات والمواكب في العراق وأتمنى أن يهتم الشباب السني بهذه الرسالة أيضا لأنني على علم لأن كثيرين من شباب السنة وخصوصا من طلاب الجامعات يتابعون هذا البرنامج وهذه معلومات دقيقة عندي لا أقول الكلام هكذا جزافا أتمنى أن يلتفت إلى هذه الرسالة أنا أقول لطلابي الحوزة في النجف المسؤولية عليكم كبيرة جدا لا بد أن تعرفوا من أن المراجع من دونكم لا يساوون فلسا واحدا وفي السابق ما كانوا يظهرون لكم اهتمامهم بكم لكن في هذه الأيام وبفضل قناة القمر لأن المراجع يعلمون أنكم تتابعون البرامج وتدرسونها قد يكون هذا بالسر في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان وأنتم كذلك تعرفون بأن المراجع وضعوا عليكم جواسيس ولذا فإن طلاب الحوزة لا يستطيعون أن يعلنوا لبعضهم البعض فيما بينهم من أنهم يتابعون برامج قناة القمر كل مجموعة يثق بعضها بالبعض الآخر تلتقي في مكان معين تتابع البرامج وبعد ذلك الدروس تطبع ويتدارس طلاب الحوزة هذه البرامج لأنهم لم يكونوا قد سمعوا بمثل هذه الحقائق ولا يوجد شيء منها في المكتبة الشيعية المرجعية وأنتم تعلمون أيضا من أن المراجع بفضل قناة القمر أخذوا يغدقون عليكم بالأموال وأخذوا يعاملونكم باهتمام وأبوية كذبونهم وأنتم تعرفون من أنهم سفلة شياطين إنما يفعلون هذا لأجل أن يكسبوا رضاكم لأنكم الواسطة الوحيدة فيما بينهم وبين الناس هم لا يحسنون استعمال الإعلام ولا يعرفون أن يتواصلوا مع الناس وهم ليسوا قادرين على أن يتحدثوا مع الناس بالأسلوب المناسب أنتم تعرفون هذه الحقائق الذين يتحدثون عنهم أنتم المسؤولية كبيرة في أعناقكم وأقول لأصحاب الحسينيات أنا لا أعتقد أن أصحاب العمائم سيؤدون واجبهم المسؤولية في أعناقكم أنتم تمتلكون حرية أكثر من أصحاب العمائم أصحاب العمائم عيشهم ورزقهم بيد المراجع أما أنتم تمتلكون حرية في عيشكم ورزقكم وعندكم الوسائل والأسباب التي من خلالها تستطيعون التواصل مع الناس اكشفوا الحقائق للناس هذه مسؤولية في أعناقكم أذكركم فقط أذكركم العراقيون الأجيال السابقة أجيال أسلافنا السابقة من العراقيين غدروا بأمير المؤمنين غدروا بأمير المؤمنين في نهج البلاغة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم هذه الخطبة السابعة والعشرون نهج البلاغة إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثلاثين أمير المؤمنين يقول للعراقيين لقد أدت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندم وأعقبت سدم السدم هو الهم قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا النغب هي الجرع جرعتموني جرعا من الهم الشديد التهمام الهم الشديد لو أدت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندم وأعقبت سدمة قاتلكم الله ولم أعرفكم الله لقد ملأتم قلبي قيحة وشحنتم صدري غيظة وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا في الخطبة التي بعدها في الخطبة التاسعة والعشرين في الصفحة الخامسة والثلاثين أمير المؤمنين يقول للعراقيين ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب لأنكم خائبون لأنكم فاشلون ومن فاز بكم فقد فاز والله بالسهم الأخيب ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل أنتم سهم مكسور ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناصل رمى بسهم مكسور لن ينطلق باتجاه الهدف أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أعد العدو بكم ولا أهدد العدو بكم أوعد أهدد ولا أعد العدو بكم ما بالكم ما دواءكم ما طبكم هذه التساؤلات لا زالت قائمة هذا لسان حال إمام زماننا أصبحت والله لا أصدق قولكم ولا أطمع في نصركم ولا أعد العدو بكم ما بالكم ما دواءكم ما طبكم العراقيون العراقيون غدروا بأمير المؤمنين كثيرا وجرعوه نغب التهمام أنفاسا كما يقول إلى أن قتل بينه وماذا فعلوا مع إمامنا الحسن لقد حاولوا قتله لقد حاولوا قتله أكثر من مرة وجرحوه واعتدوا عليه ونهبوا رحلة وغدروا به وأرادوا أن يسلموه إلى معاوية أن يسلموه إلى معاوية كي يقتله معاوية وقد قال لهم إمامنا الحسن من أن معاوية أفضل لي منكم ولهذا اضطر الإمام إلى الهدنة قالها للعراقيين من أن معاوية أفضل لي منكم الإمام الحجة سيقتل العراقيين الشيعة بيده ولكنه يترك السفيانية يتركه لأصحابه وقد استشعر أصحابه أن الإمام ربما يأفو عنه ولذا أصر على الإمام أن يقتلوه الروايات هكذا أخبرتنا وقرأتها عليكم وحين أرسل إمامنا الحسين رسله إلى العراق ماذا فعلوا بهم ماذا فعلوا بقيس بن مسهر الصيداوي وماذا فعلوا بغيره من رسل الإمام الحسين وماذا فعلوا مع مسلم بن عقيل حكاية مسلم بن عقيل حكاية مريرة ثم ماذا فعلوا بالحسين وماذا فعلوا بعائلة الحسين كيف تعاملوا مع الإمام السجاد ومع بنات رسول الله وماذا فعلوا بعد ذلك مع المختار الثقفي وكيف غدروا به وهو يدعوهم إلى الأخذ بثأر الحسين وكانوا يستشعرون جريمتهم فيما فعلوه مع الحسين ومع ذلك غدروا بالمختار وماذا فعلوا مع زيد ابن علي وكيف غدروا به وكيف قتلوه قتلوه بسهم نبت في جبهته حتى حينما دفنه أصحابه في مكان بعيد عن النظر ذهبوا ونبشوا قبره ورفعوا جسده مصلوبا على الأعمدة وبقي لسنوات بقي لسنوات ماذا فعلوا مع أصحاب أمير المؤمنين كانوا يسلمونهم بأيديهم إلى زياد بن أبيه ابن الزانية وإلى الحجاج ابن يوسف الثقفي وإلى أمثالهما إمامنا الكاظم أين السجن وأين عذب وأين قتل في العراق الأياد العراقية هي التي قتلته من أنصار العباسيين العباسيون في العراق هم الذين قتلوا سجنوه في المطامير وعذبوه وبعد ذلك قتلوا ألا تقرؤون في زياراته السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير إمامنا الجواد أين قتل قتل في العراق وذلك قبره شاهد على ذلك في الكاظمية إمامنا الهادي أين قتل قتل في العراق إمامنا الحسن العسكري أين قتل قتل في العراق إمامنا المهدي أين غاب وراحوا يحاولون قتله بذلوا كل غال ونفيس كي يصلوا إليه ليقتلوه وهجموا على داره وأجروا الويل على عائلة الإمام الحسن العسكري بحثا عن إمام زماننا وماذا جرى بعد ذلك الذي جرى بعد ذلك أن أصحاب العمائم هجموا على دين العترة وألغوا دين العترة وجاءونا بدين الطوسي وأنكروا أحاديث أهل البيت وحاربوا الذين يدعون الناس إلى حديث أهل البيت وقناة القمر بين أيديكم أفضل مثال ما الذي تقدمه قناة القمر إذا لم تكون تعرف تابعوا البرامج هل هناك من حديث ينتمي إلى غير محمد وآل محمد يبث عبر قناة القمر إنها تقدم لكم القرآن المحمدية العلوية بتفسير محمد وعلي وآلهما الأطهار إنها تقدم لكم الحديث المحمدية العلوية بقواعد تفهيم محمد وعلي وآلهما الأطهار هذا هو الذي تقوم به قناة القمر لماذا كل هذه الحرب ولماذا كل هذه المحاولات للقضاء عليها أو للقضاء على الذي يتحدث فيها وإلى هذه اللحظة أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء وبغض النظر عن هذا الروايات تخبرنا من أن العراقيين سيناصرون السفياني ومن أن صاحب السفياني سيضع رحله في رحبتكم في الكوفة في النجف ومن أنه يضع الجوائز والأموال لقطع رؤوس شيعة عليين والنجفيون يبادرون إلى ذلك الروايات هي التي أخبرتنا الأئمة أخبرون من أن مراجع الشيعة زمان الغيبة يكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وقد دمروا دين الشيعة وجعلوا الشيعة حميرا أذكركم بأنكم حمير للمراجع أتحفون أتحفون بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أذكر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم يعني ما ش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أكبر خمسة أطمئنا قلت لهم مستعجب مش دارها قلنا تركب أطمئنا يعني قلاغة أغميشيني كما تقول قلاغة أغميشيني يتبقوا لهم وكان حالة أطمئنا فقوش ديخ عربي فقوش ونص عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفون لأنه مالذي أجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم غاية ديخ لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة وفوق كل هذا فإن الروايات أخبرتنا من أن الإمامة حين يأتي مقبلاً من الحجاس الشيعة في الكوفة يبايعون السفياني وبعد ذلك تخرج العمائم البترية من النجف لحرب إمام زماننا لماذا تريدون البقاء على هذا لماذا تريدون استمرار التأريخ الأسود هذه مسؤولية في أعناقكم إنني أخاطب أصحاب العمائم الصغيرة أنتم الذين في سن أبنائي خاطبكم أنتم من طلاب الحوزة إني لا أعتقد أنكم أكثر وعياً وأكثر ذكاءً وأكثر فهماً من أولئك الحمير الذين يقال لهم آيات الله العظمى الذين لا دين لهم إلا أن يجمعوا الأموال وأن يحافظوا على تضليلهم وتجهيلهم للشيعة يريدون إبقاء الشيعة حميراً أدركوا أنفسكم أدركوا أنفسكم إن لم يكن الظهور في زماننا وكان في أزمنة قادمة شرف لنا أن نوطئ الأرض لإمام زماننا أن نهيئ الناس له وهذا هو شرف الشرف ليس بالضرورة أن ندرك عصر الظهور إدراكنا لعصر الظهور أمنية نتمناها لكنها ليست بأيدينا وظيفتنا الشرعية أن نوطئ الأرض له أن نمهد الواقع الشيعية له ووالله 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 إنكم لقادرون على ذلك لكنكم لا تفعلون لماذا ابدأوا بأنفسكم أولا تحركوا على عوائلكم عشائركم الفرصة مؤاتية أنتم يا طلاب الحوزة وأنتم يا أصحاب الحسينيات والمواكب والهيئات وحق الزهراء البتول الفرصة مؤاتية لكم الأمر يحتاج إلى شيء من التضحية ببعض الأمور ليس إلا من التضحية ببعض العلاقات التي لا قيمة لها ما قيمتها وهي تقف فيما بينكم وبين خدمة إمام زمانكم بإمكانكم أن تنصروا إمام زمانكم وهذا الكلام أنا متأكد أنكم تسمعونه الآن وإنني أقوله لست طامعا بشيء يصلني منكم إنما هي وظيفتي وهذه حجة أقيمها عليكم في يوم القيامة سنلتقي سنلتقي جميعا نحن في الدنيا ربما لا نلتقي ولا يعرف أحدنا الآخر لكننا في يوم القيامة سنلتقي لأن الأمور ستكون بنحو آخر وسأقولها لكم إنني قلت لكم قلت لكم الفرصة مؤاتية مؤاتية يا طلاب الحوزة يمكنكم أن تعملوا ذلك في الخفاء يمكنكم أن تعملوا ذلك بحكمة وتخطيط ودراية يمكنكم أن تعملوا ذلك بنحو مفرد كل شخص يؤدي وظيفته وتكليفه أو أن تجتمع مجموعات من أفراد قلائل من أفراد قلائل كي يكون العمل هادئا استمروا في دراستكم وفي مباحثتكم لبرامج قناة القمار استمروا في هذا هذا أمر جيد جدا ولكنه من دون العمل لا فائدة فيه وأنا أقول لأصحاب الحسينيات والهيئات التي تتابع هذه البرامج استمروا في متابعة هذه البرامج تعلموا منها حتى لو أنكم تعلمتم شيئا قليلا الشيء القليل من ثقافة العترة الطاهرة ينفعكم في الدنيا وعند الموت وفي قبوركم وفي مواقف يوم القيامة حتى لو كان شيئا قليلا لأن كل شيء سينتهي لا قيمة له القيمة الوحيدة فقط للشيء الذي يرتبط بالعترة الطاهرة أعرف هذه الحقيقة أعرف هذه الحقيقة وحاولوا أن تطبقوها عمليا هذا البرنامج يعرض لكم الحقائق وهذه الحقائق تثبت ضلال مراجع النجف وضلال منهج مراجع النجف لأن منهج مراجع النجف ينكر هذه الأحاديث وينكر هذه الروايات وهذا أدل دليل على جهلهم أولا وضلالهم ثانية وعلى سخف عقولهم ثالثا فإلى متى تبقون جحوشا عند هؤلاء الحمير وخاطب طلاب الحوزة وأصحاب الحسينيات إلى متى تبقون جحوشا عند هؤلاء الحمير عند الحمير الذين يقال لهم آيات الشيطان العظمى إلى متى تبقون جحوشا عندهم توسلوا بإمام زمانكم أن يوفقكم لنصرته وأن يوفقكم لمعرفة الطريق الحق لا تعبؤوا بي أنا أنا لا قيمة لي أنا ناقل أنقل لكم مثلما تتابعون الأخبار والبرامج على مختلف القنوات الفضائية ولا تعبؤون بالذي يحدثكم لا تعرفون دينه لا تعرفون أخلاقه لا تعرفون نسبه لا شأن لكم به تأخذون المعلومات تنتفعون منها هكذا تعاملوا معي لا شأن لكم به خذوا هذه المعلومات واخدموا إمام زمانكم أقولها لكم الفرصة مؤاتية الفرصة مؤاتية لا تكرروا الأخطاء الشيعية السابقة في التأريخ لا تكررها الشيعة دائما يقعون في المشكلة ويقعون في الخطأ وتأتي الفرص المناسبة لتصحيح الخطأ لكنهم لا ينتفعون منها وبعد أن تتلاشى تلك الفرص يبدأون بلوم أنفسهم وبجلد ذواتهم وهذه القضية لا زالت موجودة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا ولا زال الأمر هو هو لماذا نكرر أخطاء أسلافنا لماذا نؤذي إمام زماننا لماذا لماذا وماذا بقي في الدنيا حتى للشباب الذين هم في سن العشرين ماذا بقي لكم من الدنيا ما أنتم تلاحظون أن الحياة تسير في طريق كئيب ممل متعب ما أنتم تلاحظون أن الأمنيات تتلاشى ولا يوجد خير لا في حاكم ولا في عالم دين ولا في مجتمع من حولكم ولا في قريب ولا في بعيد ما هذا هو واقع الحياة من حولنا والأمور تزداد سوءا وهي تتحرك بالاتجاه الأسوأ لا بالاتجاه الأحسن إذا إذا كنتم تعبؤون بدينكم وكنتم تهتمون لأمر إمام زمانكم وحق الحسين فإن الفرصة مؤاتية إني أراها كما أرى الشمس في رائعة النهار ترجمة نانسي قنقر